بالملقحين لا مشي بالنسبة الملقحين بعدها اللي اخذوا ثلاثة للجرعات كلهم جاءهم كوفيد ويعني كلهم الكلام ليس بعلمية مشي كلهم مشي كلهم أنا يعني في الأصدقاء دي الأقاريب بعدها الغير اللي كان عارفهم بالضبط أما الأرقام اللي كانت تعطاناها يعني احنا كنشككو فيها جداً علش يعني الأرقام الرسمية الآن تشككينها فهذا الأرقام اللي كانت تعطانا الآن آه بالفعل لأنه كان واحد العدد دي الأنس ما كانش صدق حتى في فرنسا وفي دول أخرى يعني أنه كان هناك تهويل فالأخر من جينا شفنا ألف سنة دي الألف عين وعشرين جوج دي الأنس جوج في المياد دي الأنس اللي دخلوا سبيترا هم اللي دخلوا بكوفيد في فرنسا في حين كانوا كيقولوا رحنا يعني هادش دي الأغين ماسيو عامره مرقي ناش كيفاش نديرو وأن المبرر لا ولكن لا رجعتي بالذاكيرة سيدة أموني لا لا المبرر دي الأنس اللقاح هو أنه هذا الخليط اللي يسمى اللقاح أنا كانت تكلم بكل مسؤولية هذا ماشي اللقاح لأن اللقاح المفروض فيه يعطي المناعة وما يجي ناش كوفيد من بعد توحد فينا ما يجي كوفيد من بعد إذا تلقحنا ففي حين دلونا الجرعة اللولة وقالك غادي نديرو لكم الجرعة الثانية فإذا بيومتي تكرموا على الجرعة الثالثة أو ربما الرابعة وحتدى بليمون في فرنسا كي ينس المتبعين ولقوا بأن فرنسا في هذه الأيام هذه هذه الشهور ما غاديش تجلب حتى اللقاح يعني أنه في اوكن كوموند زيرو كوموند ولكن امتداء من شهر ماي ثلاثين مليون ديال الجرعات وثلاثين مليون جرعات لما نغادي ديرو هذه الجرعات هذا السؤال خصوية لأننا نحنا من اللي تتبغي تفهم واحد المسألة خصوية تشوفين إذا نحنا بالنسبة لنا سوء التدبير ديال هذه الجائحة أولا بإغلاق الفضاء بالشكل غير معقلا وش ماشي كلام مبالغ في هذا سيدة مونيك؟ على الخسائر؟ على المستوى الصحي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي؟ مقارنة مع دول أخرى؟ لا ما كانش أنا مني كان شوف السيد رئيس الحكومة مع كل احترام يعني الواجب للمنصب ديالو تيمشي تتلقى مع الناس ديال السجوال ومع الناس اللي رسموصاب ديال البلاد اللي هما وعد العدد منهم خارجين مداريس عليا وناس كيفهمو كهذا وكيخططوه وخلقوا مناصب الشغل وتيشتغلو كيف مكل حالكير بحفلساتيه ولا كيرا يخدمو ناس وخدمين تيجي رئيس الفيدرالية ديال السيحة يقول له السيحة ماتت رحنا موال ورا كل شي ملقه واجي للمطعم لهذا لذلك كل شي تفلس وتما سديتوا هاد شي هذا لاش بوحدكم سديتوا هاد الاجواء وهذا كل خوف من هاد الوباء اللي ده بغديبان بأنه احنا اللي كنا نفهمنا هاد سانتين بأنه راغيك يشبه زكام ولكن خاص الاحتراز وخاص نحتطوه خصوصا بالناس اللي عندهم امراض اخرى اللي يمكن يتأثروا كثير ولا يتوفاوا كيف ما كان الحال كيتكلم السيد رئيس الابناك المغربية ويقول له را عنا مشكيل على المشتوى المالي وعنا كيتكلم سيد صحة العامة عند اولوية يعني في نهيو المطف خاصنا ندلو اختيار سيد شددي كيقول له راها المسألة ديال التقاعد مهمة تيجي رئيس الحكومة كيقول له مان ما غن نهضرش على هاد شي انا تقول الناس ارجع على التالتة وهذا غير مقبول غير مصبوح به احنا بغينا نسمعه بانه رئيس الحكومة كيشوف بعيد كيشوف الصحة وكيشوف كذلك الصحة النفسية والمالية والاوضاع ديال الفقر والاوضاع ديال المجاعة اللي ربما اللي غادي نجي ومشي يجي وقلنا او تاني ارى الاوضاع الخارجية ارى الجفاف وانتوما المسؤولية ديالكم انا المسؤولية باش نفهم الكلام ديالك بانك لا زلت كانت تابع لما يقع في الخارج كي تبعوك يسبقوه ولكن المشكلة هو انه فرنسا اعتمدت ومسبقوها لغربية دول العالم بما فيها الدول الرائدة في المجال الصحي كانت تابعة كانت رهينة ديال ما ستجدو به العلم ما ستجدو به المختبرات مزيان استفدو لان ازمة صحية غير مسبوقة مزيان استفدو ولكن احنا ما احنا شيء اسئلة بقى تابدون يجواب اولا صفقات اللي دارت في المغرب اللي يجلب اللقاح وليجلب اللي ماسك والجبلات اليوم الجمعية المغربية لحماية الملعب قدمت واحدة شيكاية احنا كنتم نوات شيكاية تاخد المصار ديالها لان مسائل فيها وزير الصحة مسائل فيها واحدة عدد ديال المسؤولين اللي متهمين بخرقات وبشبهات في هذا المجال يعني هذه بعدها مغربية مغربية ومتنسوش تابنا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة